ما وراء عبلية تبادل الأسرى في تعيزة ربما يكشف عن عدم جدوى فكرة لجنة المعتقلين في مشاورة الكويت وما كان يسهب فيه المبعوث الأممي إلى اليمن بأن العملية ستتم قبل رمضان لم تنفذ أصلا مع دخول الشهر منتصفه تعثرت جهود إسماعيل ولد الشيخ في ملف لطالما تكهن بأنه سيكون الخطوة الأولى في خطوات نجاح المشاورات لكن ما فشل في الكويت أنجزته وساطة قبلية في اليمن وتحديدا في تعيز حيث جرت أكبر عملية تبادل أسرى حتى الآن وتعد الثانية خلال شهر وقالت المعلومات إن العشرات من أسر الميليشيا والمقاومة والجيش الوطني جرى تبادلهم في منطقة غراب شمال المدينة نجحت إذن وساطة قبلية في إتمام الصفقة يبدو أن ما يجري على الأرض حتى فيما هو خارج القتال منفصل تماما عما يدور خلف الجدران المغلقة والحديث هنا أيضا عن مراوحة مشاورات الكويت مكانها في لحظة اقترابها من الستين يوما دون إحراز أي نتائج تذكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر